جلد الذات مش كده جلد الذات لوم نفس متكرر مع تعذيب النفس بشكل كبير جدا وبشكل حد جدا تفقدك ثقتك بنفسك وباللي حواليك عندك قالك قلق او اكتئاب او انك شعور دايما انا مزنج شعور بالذنب دايما على نفسك او على اللي حواليك لازم تتخلص من الكلام ده وتشوف مختص يساعدك في الامر ده او تسمع حلقتنا وتسمع الحلول اللي احنا هنقولها النهاردة النتيجة بتاع الجلد الذات ان هو طبعا هو امر خاطئ وامر غير صحي على مستوى النفس المقصود بالنفس اللوامة اللي جاد في القرآن ايه ولا اقسمه بالنفس اللوامة الله عز وجل قال كده ولا اقسمه بالنفس اللوامة ليه بتلوم نفسها على فعل الخير فالمعنى المقصود ان الله سبحانه وتعالى لا يقسم انك تلوم نفسك لأ ولا ينفع اللوم ولكن خد خطوات لكن اللوم اللي يدفعني للحل اللوم اللي يدفعني ان انا اشيو ما بضلش محلك سر وقعد بالوم وخلص غلط يدفعني ان انا اطلع للامر من اسباب جلد الذات كمان علاوة طبعا على التصور الخاطئ اللي احنا شرحناه في الدقيق اللي فاتي دولت واصلا مفيش وعي او معرفة صحيحة طقع الجهل ده يوقعك الله عز وجل يقول ايه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طب الجهل السبب الاول لجلد الذاتي لما انت تبقى بجهل كده عز بنفسي بنفسي وافضل اجلت في ذاتي اجلت في ذاتي او ان واحد يفتين بقى ان شاء الله ان شاء الله على الفتاني اللي موجودين حواليك يفتوك بجهل غلط فاكرين حديث سيدنا عبدالله ابن عباس لما قال رجل اصابه جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالاختسال فاختسل فمات فبلغ ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم انا لم يكن شفاء العي السؤال يعني انت ما انتش عارف اسأل بس اسأل ايه ذو الخبرة الثقة المؤتمن اللي عنده وعي حقيقي ما يضركش طيب فيه اثار لجلد الذات دي على الناس نفس اه ايه اثار طبعا بصوا بتظهر الاثار مش على الفرد بس وعلى المجتمع الناس اللي حواليه تسع صور معي عدوها كده بسرعة واكتبوا ورايا اول حاجة فقد امل فقد امل في المسابل خلاص ينسى ما عندوش قدرة على مواجهة الازمات خلاص تقوقع وكتأب زي ما شرحنا ثالث حاجة عندو شعور دايما بالقلق والقلق والتوتر متوتر والقلق وجلسيت ومعبته وأخطأت ربي حاجة اصلا ما عندوش تواصل اجتماعي خلاص هو قرر يعزل نفسه بعيد عن الناس خمس حاجة ما عندوش تركيز وفيه بقى رسادس حاجة الكوابيس كوابيس بقى يبقى شعور بالاكتئاب على طول كل ده عامل علشان عمال يجلد ذاته الطريقة سلبية غلط اللوم لوم نفسك وحط نفسك في الحال سبح حاجة من الاثار بتاعتها تبص تلاقوا المزاج دايما والشعور دايما كسل عدم الطاقة ومش قادر ومعندش قدر على خلاص حصل حصل غلط تمن سبب القلم البدني ولتو بيجي قلم بدني أو معين الموضوع نفسي بحت لكن يقلمك بدنية ويجي امراض بقى هو بسبب كده امر طبيعي تنسى حاجة وده من اخطر اعراض جلد الزاد تسمعوا معاي بص يمحي عندك لمسة الابداع مفيش قدر عندك على الابداع ولا قدر على مواجهة الازمات اصلا عندك مشكلة بقى في التواصل مع العلاقات وخلاص ما انتش عايف علاوة بقى مفيش امل مفيش مستبش عايف الدنيا ضل معا وليه خلاص ارق العدم تركيزها ما قولنا كآبة وكوابيس